السلام عليكم كوكب بولوتو واحدة كواكب المجموعة الشمسية هو ثاني أقرب كوكب قزم للشمس ومنذ عام 1930 عندما تم اكتشافه حتى عام 2006 كان عض أيضاً كوكب التاسع في النظام الشمسي النهاردة أعطيكم في حلقتنا مقناة النجم الفضي مجموعة من الحقائق والأصرار العجيبة حول كوكب بولوتو والتي أصارت الجدل عنه خليكم معنا ومتمشوش أهلا بحضراتكم من جديد ومعنا نهاردة أول معلومة عن كوكب بولوتو وهي كوكب بولوتو أكبر كوكب قزم يعاد كوكب بولوتو أكبر كوكب قزم في المجموعة الشمسية ولكنه ثاني أكبر كوكب من حسو الكتلة أما كوكب عريس في احتل المركز الأول من حسو الكتلة بولوتو هو أصغر كوكب في المجموعة الشمسية كوكب بولوتو هو أصغر كوكب في المجموعة الشمسية حتى أنه أصغر من عديد من الأقمار يبلغ قدر بولوتو 66% فقط من قدر كوكب الأرض و18% من كتلتها أقمار بولوتو يدور حول كوكب بولوتو خمس أقمار معروفة هذه هي هيدرا وكربيروس ونيكس وستايكس وشارون نظرا لأن غمر بولوتو وشارون وبلوتو يدوران حول بعضهما البعض يبدو أن شارون يقف ساكنا في سماع بولوتو بالإضافة إلى ذلك يواجه نفس جانبي بولوتو وشارون بعضهما البعض دائما ومن الخصائص المهمة لكوكب بولوتو هو دوران بولوتو حول الشمس يستغرق بولوتو 246.14 سنة أرضية للدوران حول الشمس دورة كاملة كما يستغرق كوكب بولوتو 6 أيام وتسعة ساعات و17 دقيقة ليدور مرة واحدة حول نفسه ويدور كوكب بولوتو في الاتجاه المعاكس مثله مثل الأرض مما يعني أن الشمس تشرق من الغرب وتغرغ في الشرق تكوين كوكب بولوتو أما عن تكوين كوكب بولوتو فيتكون سلسطحه من الماء ويبدو على شكل جليد مائي وهي زيد عن ثلاث أضعاف كمية الماء الموجودة في جميع محيطات الأرض أما السلسان المتبقيان فهما عبارة عن صخور سطح بولوتو مغطى بالجليد وبيه العديد من ثلاثل الجبال والمناطق المضيئة والمظلمة وتتناصر به الحفر الغلاف الجوي لكوكب بولوتو كوكب بولوتو والكوكب القزم الوحيد الذي له غلاف جوي عبارة عن طبقة رقيقة جدا من الغازات وتكون سامة للتنفس عند البشر والغلاف الجوي لبلوتو عبارة عن غاز ولأنه الأبعد عن الشمس فأنه يتجمد ويسقط مثل السلج تأثير ضوء الشمس على بولوتو شدة ضوء الشمس على بولوتو لها نفس شدة ضوء القمر على الأرض هذا لأنه يقع بعيدا عن الشمس في النظام الشمسي الخارجي ما يغرب من 59.459.000 كم مدار كوكب بولوتو كما أن مدار كوكب بولوتو فوضوي ولا يمكن التنبئ به يمكن العلماء التنبئ بموقع بولوتو على طول مصار مداره خلال 10 إلى 20 مليون سنة مقبلة بعد ذلك غير معروف اسم بولوتو أصبح اسم بولوتو رسميا الآن كواكبا برقم 134.340 بعد أن تم تخفيضه من كوكب إلى كوكب غزم في عام 1941 تم تسمية عنصر بلاتينيما الذي تم إنشاؤه حديثا باسم بولوتو كما يقال أنه تم تسمية شخصية الكلب ديزني بلوتو على اسم الكوكب بولوتو إذا أعجبك الفيديو ما تبخلش علينا بسبسكرايب وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر